مرحبا وأهلا وسهلا في أحلى أصحاب برج العقرب الحساسين كتير 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 واللي بيهتموا بالتفاصيل ومتعبين حالهم ومتعبين اللي حواليهم بالحساسية تبعتهم لكن أنا بشوف أن هاي الحساسية يعني نابعة من قلب طيب لأنه هم كتير مثاليين خاصة في العاطفة حتى في الشول فبيستنوا دايما من الأطراف اللي حواليهم أنها تكون بنفس القدر من الشفافية وهذا حقهم لكن أنا برجع وبقول يعني برج العقرب لازم شوي تخفف من الحساسية تبعيتك بالأشهر الجاي لأنه كتير الأمور رائعة اللي عم بيبين معي يعني أحلى ورق عم بيبين معي ولشريكك على فكرة الخير يعني الخير جاي لإلك ولشريكك إن كان زوج أو إن كان حبيب أو في علاقة عاطفية معه فهو حينوبه من الخير جانب حبايبي برج العقرب وبنات العقرب اللي بيجننوا اللي كتير بيهتموا بحالهم وبيهتموا باللي حواليهم بيحبوا يدلعوا الزوج وبيحبوا يدلعوا الحبيب وطول الوقت اللي بدك إياه حبيبي وكذا بس بنفس الوقت اللي بحبوا في بنات برج العقرب هو إنهم مش هبايل إن هم طيبين لكن شخص العقرب هو طيب لكن مش أهبل هو بيعطي بس بيعرف إنه اللي قدامه يمكن يستاهل يمكن ما يستاهل هم ما بينخدعوا أبدا في الأشخاص اللي حواليهم وعندهم حاسسات ساعة فكرة برج العقرب بالفترة الجاي رح يكون في عندك خيارين خلينا نشوف بس على أي صعيد في عندك خيارين بالعاطفة خليني أحكي عن المتزوجين أول شي المتزوجين والزوج كان فيه نوايا انفصال أو طلاق طبعا هذا الإشي يعني والله أعلم إنه ما حيصير بهاي الفترة أبدا لأنه الأمور من حسن لأحسن وللأفضل رايحة بالنسبة للمتزوجين من برج العقرب بترجى إنه الشاب والبنت من برج العقرب يكونوا يعني صبورين شوي ما يكونوا حساسين يمشوا ما عم بحكي إنه يمشوا الأخطاء الكبيرة لا يعني بس ياخدوا يعطوا يفهموا إيش الموضوع قبل ما يزعلوا لأنه أمم بيزعلوا كتير وبيزعلوا حالهم ما بعرف كأنه هم يعني بحبوا يزعل فأنا بوصيهم ما يكبروا الأمور بالعكس بيزغروها لأنه هذا الموضوع يعني زواجكم هو زواج ناجح بكل المقييس بالنسبة لعزاب برج العقرب في عندهم خيارين والخيارين أحلى من بعض يا جماعة يا جماعة برج العقرب في عنده خيارين حلوين واحد أفضل من واحد لكن برج العقرب ما حيختار ولا واحد من الخيارين ما بعرف ليش هذا اللي مبين عندي إنه هو في حيرة كبيرة طبعا أنا بقرأ لكم الورق وبحكي لكم بنفس الوقت نصيحتي لحتى تستغلوا هاي التوقعات لصالحكم تنقلب الأمور بدل ضدكم لصالحكم الخيارين كتير حلوين فحاولوا تختاروا الأفضل ما تستنوا ما تضلكم تستنوا يا عقرب الشخص المثالي اللي مية بالمية هذا الشخص واحد منهم حيكون كتير رائع عنده أموال عنده ما بعرف يعني واحد منهم حتختاروا إذا اخترتوا حتختاروا بعد تفكير طويل عريض لأنه برج العقرب يعني بطيء باتخاذ القرارات المصيرية هو على الصعيد اليومي أو القرارات اليومية هو سريع كتير وما بفكر كتير بالموضوع ديناميكي بيعرف كيف يختار لبسه أكله روحته جياته الأشخاص اللي ماشي معاهم يعني هو شخص ديناميكي وجميل وكل هاي الأمور لكن في الأمور المصيرية هو بيوقف هون وكأنه يعني بده ياخد قرار هو فعلا قرار مصيري صعب لكن أنا بحكي لكم أنه جايتكم تنتين علاقات يعني شخصين يعني بنصحكم أنه تختاروا واحد منهم لأنه التنين مناح والتنين بيخدموكم في الطريق في الأوقات الجاي والسنين الجاي لأنها علاقة طويلة الأمد ما بظلك تطلع لوراك لبرج العقرب طبعا برج العقرب اسم على غير مسمى هو أبدا مش عقرب هو صديق صدوق يعني إذا عرف حدا بتحس أنه أصدقائه عمر الصداقة تابعتهم عشر سنين وخمسة عشر سنة ومن هذا الحكي اللي ما بنلاقيها بالأبراج الثانية هو شخص كتير شفاف وكتير بيحب أنه يكون اللي قدامه الطرف الثاني شفاف مثله بقولك حتى لو كان الشخص اللي قدامك مختلف لكنه اللي مبين عندي أنه إنسان رائع ومن الناس اللي بيوزع فلوسهم على المحتاجين وبيحاولوا أنه يمسكوا كل الأمور يعني رح يريحوكم بالفترة الجاي من كتير أمور وبقولك يا الأعزب من برج العقرب بقولك أنه في تغيير كبير في شخصيتك رح تكون في تغيير كبير للأحسن يعني رح تحس أنه بس بمجرد أكمن شهر أنت كبرت عشر سنين بالنسبة للحكمة رح تكون سريع في قراراتك المصيرية رح تكون بالأفضل إن شاء الله والأحسن اللي حواليك رح يحبوك في الشغل خاصة في الشغل السمعة رح تكون كتير طيبة من بعد مشاكل كبيرة صارت في الشغل لدرجة أنه أنت كنت بدك تترك كل شيء بالشغل وتروح بس أنت ما روحت لحد الآن وأنا بقولك استمر لأن الأمور من حسن لأحسن في موضوع الشغل لكن الأمور بتترتب عليكم أنتم منصحكم دائماً مش بس لبرج العقرب لكن لكل الأبراج بتمنى دائماً تكونوا متفائلين دائماً تحطوا حسن النية في الشخص اللي قدامكم إحنا عارفين أنه في هذا الوقت صعب تلاقي شخص شريك مخلص أو 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 لكن أنت بتقدر تغير الشخص اللي قدامك بحكمتك بلطافتك بتقدر تغير من الشخص اللي قدامك وكثير من العلاقات يا برج العقرب بتبلش أنه التكامل أو الانسجام بين الطرفين يا دوبك بيكون 20-30% ما بتلاقي إلا أنه الشخصين صاروا خلص شخص واحد بعد فترة وهذا الإشي بيعطينا حكمة أو بيعطينا يعني حكمة إنه مش للوهلة الأولى أنا خلص هذا الشخص X يعني X عليه لا برج العقرب أنا بوصيكم إنه تاخدوا الأمور بتروي تدرسوا الشخصين هدول اللي قدامكم إن كانت بنت العقرب أو شاب العقرب كان عنده فرصتين يدرسهم كثير منيح لأنه واحد منهم رح تكون العلاقة طويلة الأمد يعني زواج في زواج وخطوبة لبرج العقرب لمعظم موليد برج العقرب وهو طبعا للي توصلوا طاقيا معي لأنه طاقتكم مش كلكم بتوصلني فالقراءة بتكون لنسبة معينة مش مية بالمية من اللي عم بسمعوني وأحيانا بيكون القراءة عكسية فابر العقرب شهر حيكون كتير حلو عليك وأكيد أنت هلأ عايش البوادر يعني بوادر شهر سوعة رح يكون حلو كتير شهر تمانية رح يكون شبه شهر سبعة فبتمنى لكم أن هاي التوقعات تضبط يا رب عليكم كلكم لأنه توقعات كتير بتجنن وكتير حلوة ويا رب يا رب أنه يكتب لكم الخير كله وخلينا نحكي لكم مبروك بالنسبة للزواج يا رب أنه أكبر شريحة ممكن من اللي عم يسمعونا تضبط عليهم هاي القراءة ويتزوجوا بشهر واحد من الثلاث أشهر وكتلك لبرج العقرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر